أشهد رئيس عبد الفتاح السيسي بمواقف دولتين البرتغال وسلوفينيا من التصعيد الإسرائيلي مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم السابع من أكتوبر الماضي والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعاية الأجانب من القطع وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الأغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم وقد ثمن السيد الرئيس مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024-2025 ومؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها اشتركوا في القناة